هل تعلمون أن هذه البذور الصغيرة والتي هي بذور الكزبرة قادرة على علاج جميع الأمراض الجلدية التي قد تصيب الشعر وأيضا تحميك منها أيضا تحميك من تساقط الشعر وتعزز قوته وكثافته ونعومته وتحتوي على زيوت طيارة صالحة جدا لتهديئة فروة الرأس وزيادة نعومة الشعر وعلاج العديد من مشاكل الشعر ناهيك عن زيادة وطيرة نمو أو تسريع طول الشعر في وقت وجيس إذا كنتم لأول مرة تسمعون هذه المعلومة لا تنسوا الاشتراك في القناة لكي تتوصل بكل جديد وليك لهذا الفيديو سوف أحتاج في هذا الفيديو وصفة اليوم إلى بذور الكزبرة فقط سوف أدع القليل منها في إناء ثم أضيف الماء المغلي والآن سوف أتركها حتى تنقع تماما وجيدا طبعا سوف أقوم بتغطيتها لكي أحافظ على زيوت الطيارة التي بها ولكي أعزز قوتها سوف أضيف ورق الغار ورقة واحدة فقط لهذا الشكل والآن سوف أغطيها إذن بعد بضع دقائق يتغير لونها إذا لاحظتم الآن سوف أقوم بتصفيتها أضعها في بخاخ للشعر وأقوم برشي الشعر بها الطريقة سهلة جدا لكن فوائد رائعة فوائد بذور الكسبورة وضعتها في فيديوهات سابقة بالنسبة لمرضى السكري عن طريقة شربها ومرضى الكوليستيرول وأيضا تحافظ على صحة القلب وأيضا بالنسبة لعلاج السعر والتخلص من نزلات البرد والعديد من الفوائد واليوم أشارك معكم فائدتها وطريقة استعمالها للشعر وجميع مشاكل الشعر وكان هذا هو فيديو اليوم إلى اللقاء